الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قايس سعيد وقد هنأ الرئيس التونسي الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم دعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار وقد أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه لفتة الأخوية متمنيا لتونس وشعبها كل التقدم والاستقرار والازدهار ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية للبترول وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية وخلال استقباله وفدا من الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وموجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي تعقبات قد تواجه أعملها من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي مؤكدا على ما تمثله مصر من كونها من أهم الأسواق للنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الوعيدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر أعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جدماع لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ قب سبع وعشرين المقرر نعقاده في نوفمبر القادم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراؤها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزرات والجهات المعنية التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي المهم أجرت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا رغب زيارة للجناح المصري في أكسبو 2020 بدبي وذلك خلال زيارتها الرسمية لأكسبو كمتحدثة رسمية في القمة العالمية للحكومات وفي جولة في الجناحة قام مدير جناح مصر بالمعرض خالد ميلاد باستخابها في المعرض الذي يحمل الشعار أرض الفرص والازدهار يذكر أن الجناح المصري قد حاز على المركز الثالث في الترتيب بين الأجنحة الممثلة لدول العالم أعلنت روسيا أنها ستفتح اليوم ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبل الساحلية الوقع في جنوب شرق أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم فتح الممر من ماريوبل إلى زابوريجيا اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت جرينج وأشرت الوزارة في بيان إلى أن هذا الإجراء اتخذ بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرا والمستشار الألمني أولاف شولتس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الوضع في جنوب بلادية وبمنطقة دونباس لا يزال بالغ صعوبة وأكد زيلنسكي أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبل المحاصرة مضيفا أنه ستكون هناك معارك في المستقبل وأضف زيلنسكي أن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشيرنيهف وهما مدينتان قالت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهم بعد الآن كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه أقال إثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن هما رئيس الأمن الداخلي ورئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون أعلن معهد روبرت كوك للأمراض الموادية في ألمانيا عن تسجيل مائتين واثنين وخمسين ألفا وخمسمائة وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 21 مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف حالة وأضاف المعهد في بيانه اليومي أنه تم تسجيل الثلاثمائة وأربع حالات وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع خاصيلة الوفيات إلى مائة وتسعة وعشرين ألفا وستمائة وخمس وتسعين حالة نهاية منجزة ثامنانة على الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل